اشتركوا في القناة ومن الأرض ومن الأما بينهما ومن الأما شاء من شاء ربنا بعد ونستعينه استعانى طراض بفضله واثق بدفعه مؤمل لنفعه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونؤمن به ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وفتح به أعينا أميا وأذانا صما وقلوبا غلفا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهده واتبع سنته إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم جنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن الفتن ستسقط على أمتي كما يسقط القطر من الماء من أزم السماء هذه الحديث في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الفتن ستسقط على أمتي ستسقط على أمتي كما تسقط من الماء هذا هو الصغير في الوقت كثير من الفتن كثير من الفتن الفتن الشهوات وفتن الشبهات وفتن أصبحوا نفسها وفتن حتى ابتن وفتن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشبهات هنا مجموعة سيكون فتن الخطر فهولن بضغط لأن الشخص كثير من الماء وعليه صلى الله عليه وسلم وعليه وعليه من الأعنى وعليه من أخرى سيكون أعليه سيكون أعليه وهم يتعلمون من الإنترنت وكذلك في حياتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم يمكننا أن نرى كل شيء كل شيء في العالم لذلك لذلك هناك كثير من فتن يتحرك يتحرك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى دعاء كثيرا يدعى يدعى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يدعى 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 هذا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى 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 قلب تقلب الإنسان من النساء من النساء من النساء من العربية من ينسى عن القلب قال رسول الله عن القلب أشد فلاة من القدر عند غلايانيا يعني أن إذا كنت تأخذ ماء وكذلك وكذلك ماء يتحرك 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 أكثر هذا يتحرك أكثر وكذلك قالنا القابض على ديني قال القابض على الجمر يتحرك أكثر من يتحرك ماء هذا نحن 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 هذا يتحرك هذا يتحرك يتحرك في مدينة بعض الناس قال أنه يتحرك بيعة ورسول الله صلى الله صلى الله صلى الله وراء 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 يتحرك كفار بعد بعض منهم يتحرك بعد مدينة وراء زكاة وراء أن تقلح وراء 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 بعد راء الرسول صلى الله هناك فقط أشخاص الذين يسألون في مكة و مدينة و الطائف و الجماعة توقفوا فقط تظهر ذلك بعض الأشخاص الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يبدوا أن يكون منافقين لذلك الناس يستخدم من الله سبحانه وتعالى فقط طريق أن يقوم بسرعة إلى هذا الدين هو أن يسأل الله سبحانه وتعالى كما يقول الله سبحانه وتعالى مقلب الخلوب يتعالى ثبت قلبي على دينك تقوم بسرعة إلى دينك و عندما تذهب إلى القرآن و تتعالى كل الأعيات عن تثبيت كلمة ثبت في التعليقات يتعالى بعض الوقت يتعالى لكن في الواقع العرب ثبت 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 primera ثبت 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 لماذا قرأت القرآن مرحلة في القرآن ليست على طويل جهاز القرآن لماذا قرأت القرآن لماذا قرأت القرآن ليس قد شات جهازي لماذا قرأت قرأت بها حتى 23 عام محمد صلى الله عليه وسلم وعندما للم Elleuesto الققارZ صباح اكبر الطبيب إلى محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن القرآن أثناء للمساج كنسير point أنه سركون تكون موضوعاً مع القرآن كل يوم يجب أن تكون شيئاً شيئاً لكي أرى من القرآن شيئاً لكي أستمتع من القرآن شيئاً لكي أستمتع من القرآن ولكن إذا كنت تنبغي من القرآن ثم تتحسين السببات الذي الله سبحانه وتعالى قال أنه سببت محمد صلى الله عليه وسلم أنه سوف يجعلك في القرآن أنه سوف يجعلك في القرآن سببت محمد صلى الله عليه وسلم وكان هناك شيئاً شخص يأتي إلىه قال أنه لا أعتقد في كل شيئاً هناك بعض الناس يجعلون الإسلام بعضهم لا يقولون ذلك ولكن في الواقع يجعلون الإسلام وكان هذا الشخص يأتي إلى الشيخ وكان يخبره صلى الله عليه وسلم عمد صلى الله عليه وسلم جاء الله فقط استخدام اللي إنه هناك كثير من الشيخ وعندما يصبح لأنهم يساعدون الكثير من الناس الذين يقومون بالظلم يقولون أنه يوجد مرحلة لأن هذا هو الطريق يجب أن يساعدون من ما يفعلون لكنه يوجد مرحلة لأنهم يساعدون الكثير في هذا العالم لذلك يساعدون الكثير من الناس لأنهم يساعدون كل شيء فالشيخ قالوا أنه لا أستطيع أن أقلقك فقط أعطيتك القرآن هل تقلق العربية؟ قالوا أنه نعم أعطيتك القرآن وأعطيتك 10.000 ريال أعطيت مني لكن يجب أن تقلق القرآن يقولون أنه قرآن في واحد يأتي كذلك وقد أعطيته 10.000 ريال وقد أعطيته وقد أعطيته قرآن 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 يكون قرآن قرآن لذلك هذا هو الأول ما يجب أن نفعل أن تقلق القرآن تقلق القرآن لا تستطيع أن تقلق القرآن لذلك يجب أن تقلق القرآن كما قال الله سبحانه وتعالى لنثبت به فؤادك ثم أيضا العمال الصالح الله سبحانه وتعالى يقول وَلَوَاَنَّهُمْ فَعْلُوا مَا يُعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدُ تَثْبِيْتَ أيضا تثبيت يتبعون في القرآن عن القرآن سبات و تثبيت إذا كانوا يفعلون ما يفعلون لكي يفعلون لكي يفعلون لهم وَأَشَدُ تَثْبِيْتَ هذا يجبون طريق طريق تثبيت لذلك كل المعنى الصالحات هذا مثل إن تعمل يجبون يجبون إذا لم تعمل يجبون الآن إذا كنت تفعلون أعمال لإذاً تفعلون للتظبيت والإيمان لكن إذا لم تعمل لن يجبون هذا جدا أكثر تثبيت من الله ولكن إذا كان تفهم أن الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير يعني when they get some calamity or something because what you have you earned your hand except of course if somebody الله سبحانه وتعالى want to give him raise his status maybe he test him to give him some difficulty but الله سبحانه وتعالى بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير even he forgave now this is another way or the second element of the speech now the third one which is also very important الدعاء as I mentioned الدعاء that you make دعاء to Allah سبحانه وتعالى all the time making duعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين and ذكر الله remembrance Allah سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يقول سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا إذا لخيطوا فاثبتوا واذكروا الله لعلكم تفلحون so when you meet your enemy فاثبتوا how to make your feet firm by ذكر الله الله سبحانه وتعالى so in the beginning of the fighting the enemy Allah سبحانه وتعالى said you have to make lots of ذكر سور الله كثير lots of ذكر الله سبحانه وتعالى and when you see the history of Muslims you'll be amazed like at that time like Persian Empire they have like their soldiers in hundreds of thousands even millions and those people in Arabia they are nothing they used to look at them as nothing even the Persian emperor he doesn't deal with with those people in Arabia directly he hire or he has his own guy in Yemen to take care of it so when Rasulullah he sent a letter to the Persian emperor he he tear off this letter and he did not even reply he sent to his guy in Yemen and he said take care of this guy Muhammad this is how to you know used to look at the at the Arabs in Arabia so this guy even he didn't send an army but he sent two men trying to search for Muhammad it's a very famous story so when they passed through Mecca they asked him where is Muhammad and they told him in Medina and the people of 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 Koraes he said okay now somebody going to take care of Muhammad you don't have to worry because now this is appointed from the Persian emperor he will take care he will get rid of him this is how to use to look at the of the Arabs they have soldiers by millions and when you look at even when the people of Koraesha gather so many of the armies and surrounding Medina how many there are there are about 14-15 thousand that's all 15 thousand that's all 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 like they came from above or from below and your eyes were going around about 15 thousand they were surrounding Medina now see those are very small number now those people because of the when they made the Persian empire they run away those are the hundreds of thousands and the big difference number because they did have the 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 firm feet on the ground so those the small number of the Muslims Allah subhanahu wa ta'ala gives them the when they mention Allah subhanahu wa ta'ala so this is this is remembering Allah subhanahu wa ta'ala it is one of the elements of making tazbeet and Allah subhanahu wa ta'ala he said the feet could slip after it was you know fair on the ground so we need the help from Allah subhanahu wa ta'ala we need the good deeds and we need before that to be attached to the Quran and we have word daily word every day to be attached to the Quran and we need to remember Allah subhanahu wa ta'ala zikr and then you have the way of Muhammad and you have to follow it because this is the way you are away from the fitan all this fitan of shahawat and shubuhat what what is shahawat shahawat is desires but lust shahawat and it's surrounding all of us and nobody can say you know I'm immune from it shahawat is around us and shubhah on the top of that there's so many sites on the internet for al-had to make you confused about your deen shubhah mean that to bring some doubts on your mind and your heart about Islam about Allah about this deen about ahkam this deen so this this is sometimes worse than shahawat the shubhah and especially for young people and before the the parents used to teach now he has what do you call you ask a question you don't answer or he doesn't want to he go to google as he call it shaykh google he will he will give him any answer but this some of these answers are completely wrong so they have to understand that you know when you go to the internet you have to make sure that what sites you are going in sometimes they say ahlu sunna al-jama' and this is even complete maybe run by israel by you know non-muslim or so you have to realize is that when you get your information about islam what is the right source otherwise the shop hat will spread so we follow the way of Muhammad and the sahaba and the imma al-mahdiyeen okay this is the way and even if this way has some difficulties and not not many people walking with you in this way this is the right way so don't get say okay you know the majority is not following this but you don't have to worry about yourself and then something very important some people say oh jama'a islamiyya jama'a this no i'm talking about jama'a mean the muslims like to be in the masjid to attend some draws to pray in jama'a not to be by yourself because this is this is the way to to be attached to the community the jama'a prayer when you in ramadan there is there is lectures this is the jama'a that you should be with the jama'a without the jama'a you can go straight you need to be in the jama'a and don't be confused by what the people not on the right path or the or the guffar they're doing some people say okay but you see those people succeeding and this succeeding and that but this is fitna from Allah Allah subhanahu wa ta'ala la yagur naka taqallu allathina kaffir fi albilaad do not get deceived by the kuffar that they are actually they have the upper hand right now this this is temporary but you are on the right path and keep to hold to this when you make every day minimum du'a say in salah 17 times at least minimum when you say he said 17 times minimum and this is to be on this right path the places where you need a sabat is alfitan the trials which is fitna al-sara'o al-dara'o sometimes when you have an ease you have more money you have health and wealth and everything this is fitna this is also trial from Allah subhanahu wa ta'ala and shahwat and shubha and fitna al-jah if you have a position and fitna al-jah also some of the ifz could take the people a person away from his from his dain so Allah subhanahu wa ta'ala not of course not all of them but he said inna min azwajikum auladikum aduun lakum fahzaroom this is some ayat also that children that child could be a source of fitna in the hadith sallam said al-walad ma-jbana ma-b-chala ma-jbana ma-jbana mean that he make you coward your child can make you coward or there is a jihad he said no i want to take care of my children ma-jb-chala mean that he make you miserable there is sadaqa that i said but i have to leave safe for my children and ma-jbana if something happened to that child you feel very bad and huzn and grief rsallam said that so you have to be you have to put everything in the right place and and so al-aulad al- mara al-jah al-mal all these are places of of course of trial and of course the trial of injustice happened to a person some some trial person be in a difficult situation so all these are the 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 fitan that was required from us to steadfast to our dean and to hold to the quran and make dua for allah subhanahu wa ta'ala allahumma ya mqallib al-qulub sabbit qulubuna al-deen it and allah alhamdulillah 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 allahumma اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا اللهم اهدي قلوبنا واشرح صدورنا وآمن روعاتنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرباء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغء يعذوكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يجدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون واقم الصلاة